اول فيديو الذي ستحكيه فيه على المونديال وكاس العالم يبدأ بعض ايام من اجموش من اتمنى وشفي التوفيق للمنتخبات العربية الاربع المشاركة في كاس العالم قطر 2022 بتبيع المنتخب التونسي منتخب السعودية ومنتخب قطر والمنتخب المغربي في الفيديو هذا حبينا نعطيه تكهناتنا للمنتخبات اللي بشتمشي لبعيد في المونديال بشكل يفوز باللقاب بشكل يوصول الدور النهائي شنية بشتعمل المنتخبات العربية في البطولة هذي البطولة هذي بشتشهد مفيش اكبيرة بوصول حسب توقعاتنا منتخب افريقي للدور نصف النهائي ايضا منتخب عربي وحيد في اعتقادي بش يكون موجود في الدور ثم النهائي بش نكتشفوك هذا كل في التكهنات بخصوص المجموعات نبدأ بالمجموعة الاولى اللي فيها المنتخب السينيغالي اللي بش يكمل اول في مجموعته هذه متفاشة انا اعتقد انها بش تصل قدام المنتخب الanorني اللي بش يكمل الثالث والاسف منتخب العربي منتخب قطر بش يكون عضابة في المجموعة الثاني منتخب الإنجليزي بش يكون هو المنتخب الاول في مجموعته ثم منتخب ايران بشيكون هو الثاني والثالث منتخب ويلز وبلاد الغال مع وجود غالث باي لكن ماهوش كافي بشنا منتخب ويلز يمشي البعيد ثم منتخب الويلة منتحت الامريكية بشيكون هو المنتخب الرابع في المجموعة هاري مجموعة بولونيا الارجنتين وكذلك المكسيك والسعودية بشتوفة بالكل اسمون بالترتيب هذا ماسي بشيت اهل ثاني مع الارجنتين وشيخلي الصدارة اللاعب برشني والحالي ليفاندوفسكي مع منتخب بولونيا فالمجموعة الرابعة بشيكون المنتخب التونسي ممثل العرب في المجموعة هاري منتخب الدنماركي بشيكون هو الاول في مجموعة وثم بشيكون المنتخب الفرنسي بشيكمل الثاني منتخب الدنمارك شفناه في المباريات الودية كي نكمل الفيز على المنتخب الفرنسي وراء مقابلات ومستوى كبير برشا في المباريات خاصة عنده نجوم ممتازين يقودهم ايريكسون ايضا منتخب التونسي بشيكمل الثالث قدام منتخب استراليا بشيكون نكمل مع قياتة المجموعات الأربعة المازالة منتخب ألمانيا يكون هناك قمة مع متخب إسبانيا والمانيا يومي المتابقين، تكمل إسبانيا ثانية اليابان الثالثة وكستريكا ثم كرواتيا تقوم بأهل لولا في مجموعاتها قدام المتخب المغرب يومي المتخب المغرب تكون هيا ثانية قدام بلجيكي وهذا تكوينيتي خاصة منتخب ممتاز جدا منتخب المغربي ويملك نجوم متميزين مع تراجع المنتخب البلجيكي اللي ما هو نفسه المنتخب اللي كان في السنوات الماضية مع منتخب كندا رغم اللي منتخب محترم جدا عنده لاعبين ممتازين كما جونتان دافيد اللي لعب في فرنس أيضا لاعب ديفيس اللي لعب في بيرمنيخ لكن بشي كامل رابع في المجموعة الصعيبة هذه مجموعة البرازيل المنتخب المرشح رقم واحد للفوز باللقب هذا بشي كامل برازيل في مجموعة الولة خاصة انها مايش صعيبة بشكل كبير برشا منتخب سويسرا بشيكون هو ثاني منتخب الحق محترم جدا منتخب سويسري ثم السربيا بشيكون الثالثة والمنتخب الرابع هو منتخب الافريقي منتخب الكاميرون رغم انه سامويل ايتو كان تحضف انه منتخب الكاميرون ماشي للبطولة هيري بشي فوز بكأس العالم بطلب اكيد صعيب انه يتحقق الاسد الكاميروني السابق نكمل مع اخر المجموعات منتخب الروي بشي كامل لول في المجموعة الثامنة ثم بفضل بطبيعة كتيبة من نجوم خاصة في الخط الامامي سواريز داروين نونيز وكذلك اللاعب دينسون كافاني ثم البورتوغال الثانية منتخب غانا منتخب الافريقي واللي يضم ويليامس اللاعب أثريتيك بيلباو بشيكون هو الثالث والمنتخب الرابع بشيكون منتخب كوريا الجنوبية نحكيو عن المقابلات والتكهنات ثم للنهائي السنيجال بشيكون بتطريقة هيرة بشيتواجه منتخب إيران اعتقادي ان السنيجال قادر ان يكون في ربع نهائي ايضا منتخب البولوني بالكلاس مون والترتيب هير بشيواجه فرنسا فاعتقادي منتخب بولونيا بشي يصنع المفاشا ويفوز على بطل العالم منتخب فرنسا ثم المانيا تواجه المغرب مقابل صعيبة بشية منتخب المغرب القادر بشييفوز ألمان بشيكون في ربع نهائي ان امن برشة انه منتخب المغرب يقادر يمشي للعيد في البطولة هذه بفضل اللاعبين المتميزين اللي عنده وبفضل كذلك مدربه المتميز اللي هو وليد الراجل راجل رغم انه حديث العهد بالمنتخب لبريزيل وبرتوغال لكيد لبريزيل المرشح رقم واحد بشيفوز باللقاب بش تكون هي في مقابلات في الدور ربعا نهائي ثم انجليترا وهولندا مقابلة صعيبة لكن اعتقد ان الهولنديين بش يكونوا اقرب للتأهل خاصة مع المشاكل اللي يعيشهم في ساوث كيت في منتخب الانجليزي ايضا الدنمارك تواجه الارجنتين مقابلة صعيبة لكن الارجنتين في اعتقادي هي اللي بش تمكن من التأهل للدور القادم كرواتيا اسبانيا ماشي صعيب المودريتش اللي يعب في اسبانيا لكن كرواتيا هي الاقرب انها تكون في مقابلات الدور ربعا نهائي ثم الارجنتين تواجه سويسرا وهنا مقابلة صعيبة برسول الارجنتين لتلقى روحها بعضها في الدور الثمن النهائي نحكيوا على مقابلات الدور ربعا نهائي الارجنتين وكرواتيا بش تكون مقابلة صعيبة بين زوز منتخبات هيرو لكن اعتقد ان الارجنتين هي الاقرب للتأهل على حساب منتخب كرواتيا ثم منتخب هولندا يواجه الارجنتين هنا الارجنتين بفضل ماسي في اخر مسابقة يشارك فيها بشكون ماسي هو اللاعب اللي بش يكون موجود في الدور القادم لبريزيل مع المغرب رغم اللي حكيته الكل على المنتخب المغربي لكنه بش يصطدم بمنافزة قوية اللي هو منتخب البرازيلي بالتالي صعيب الحق على منتخب المغربي انه يتجاوز منتخب البريزيل بالتالي بش يكتفي بالمشاركة بالوصول للدور الربعا نهائي منتخب السينيغال هو المنتخب الافريقي اللي حكيت عليه بش يحدث المفاش او بش يكون في المربع الذهبي بفوزه على منتخب بولويني بقيت الادور النصف النهائية بش تكون هكا السينيغال مع البرازيل الدور النصف النهائي الثاني بش يكون و بش يجمع منتخب الارجنتين مع منتخب رغوية مقابلات صعيبة اعتقادي انه النهائي بش يكون امريكي لاتيني بين البريزيل والارجنتين ما تش كبير بين نايمار وبين ماسي الغلبة بش تعود فيه للمنتخب الارجنتيني وبش يفوز ماسي باول لقب كأس عالم ليه بعد ما سيرها طويلة يستحقها اكيد البولغا ليوني الماسي اشتركوا في القناة